أعظم فيلم مصري لم يتم إنتاجه وهذا الفيلم الذي كان حلما في زهد وفكرة في رأس رئيس أركان الجيش المصري ليلة حرب 6 أكتوبر 1973 الفريق سعد الدين الشازلي بيحكي في مذكراته عن هذا الفيلم الذي كان سيكون واحدا من أعظم إن لم يكن أعظم فيلم مصري في التاريخ لكن قبل ما نروح للفيلم الذي لم يتم وهو الأعظم ورغم أنه كان سيكون الأعظم تعالوا نروح نشوف الأفلام اللي تم وأنا أتكلم عن الأفلام اللي تناولت حرب أكتوبر أو الحرب عموما في حياتنا السينمائية المصرية أجد نفسي أمام أفلام عن الحرب مش أفلام حربية فريق كبير قوي الفيلم الحربي هو الفيلم اللي بتدور أحداثه معركة حربية على جبهة معارك بكل التفاصيل التي تجري في هذه المعركة إنما الأفلام اللي عن الحرب يظهر فيها مزاق يعني مشاق حربية ووقائع معارك وكل حاجة لكن قبلها وبعدها وربما في لاشباك أثناء حياة عادية مدنية بالروح لأماكن أخرى خارج ساحة المعركة لعل الفيلم المصري الوحيد اللي قدر أقول عليه فيلم حربي وفيلم أغني على الممر للي علي سالم مؤلفا وعلي عبدالخالق مخرجا في واحدة من أهم لحظات السين المصرية انتاجيا وفنيا وسينمائيا وكذلك وطنيا فيلم غني على الممر اللي كان بطولة أستاذ محمود ياسين ومعه مجموعة من الممثلين الرائعين هو اللي تقول عليه فيلم حربي ليه لأنه تدور أحداثه في موقع معركة صحيح ما فيش مشاهد عسكرية وحربية كبيرة لكن ربما كمان لأنه كان مصرحية في الأصل للأستاذ علي سالم كاتب المصرح الفز فهو حدود المكان في حدود المعركة بكل تطوراتها وتفاصيلها مجموعة من الجنود المصريين لا يريدون أبدا أن تخلي عن موقعهم المحاصر من قبل العدو ومصرين على المواجهة وعلى المقاومة وعلى الانتصار حتى اللحظة الأخيرة وتعيش يا دحكة مصر يا دحكة الأوطان ده الفيلم اللي تقدر تقول عليه فيلم حربي عندما الأفلام الأخرى أفلام عن الحرب مش أفلام حربي وأفلام للأسف برضو مش كتير في أفلامنا المصرية وبيحصل فيها حاجة غريبة أوي يعني حرب أكتوبر تحديدا في حاجة فرع كده في الأدب المصري اسمه فرع أدب أكتوبر سلسلة من الروايات والقصص كتبها جنود وضباط عاصروا وعيشوا وخاضوا حرب أكتوبر بتفاصيلها يوما بيوم الستاشر يوم بتوع الحرب لحظة بلحظة لا تجد أبدا مكانا في أفلام سينمائية عن حرب أكتوبر كل أفلام حرب أكتوبر وهنا أتحدث عن كل قائمة على وقاع مختلقة مصنوعة درامية مش من وقاع من قلب المعركة الحقيقية معين المعركة مليئة بالإثارة مليئة بالتفاصيل وبالدراما مليئة بالبطولات والعظمة ليه إحنا تخلينا عن العودة إلى القصص الحقيقية لجنودنا وأبطالنا وشهدائنا وروحنا نقلف حوالين الحرب قصص شي غريب وعجيب خصوصا لما تروح للسينما العالمية وتلاقي إنه السينما العالمية قائمة خصوصا للأمريكية كم فيلم حتى الآن بتعمل على الحرب العالمية التانية بعد مرور كل هذه السنوات حرب بتنام وغيرها وكلها قصص غالبا بتبقى قصص وقاعية وفي نهاية الفيلم حتى بتلاقي صور أبطالها الحقيقيين وتطورات أحداثها ما بعد نهاية أحداث الفيلم هذا شيء نفتقده من قوة في أفلامنا المصرية مفيش فيلم كلمنا عن التخطيط وعن القدى الكبار إحنا بنتكلم طول الوقت عن المعارك اللي هي بتبقى يعني يمكن أفضل أداء للمعارك حصل مع رصاصة لا تزال في جيبي مع الأستاذ حساب ديو مصطفى ومع فيلم الممارر الأستاذ شريف عرفة لكن بينهم المعارك برضو لم تكن هي حاضرة بذات القوة والعظمة اللي المفروض تبقى بين في فيلم يتحدث عن معركة هي من أهم المعارك وحرب هي من أهم الحروب في الحياة المصرية أرجع تاني وأتكلم عن رئيس أركان الجيش المصري سعد الدين الشازلي وهو بقول في مذاكراته أنه ليلة الحرب فكر إزاي أنا مخدتش قرار تصوير فيلم حرب اكتوبر لايف أثناء الحرب وبيقول أنه تنازعته فكرتان واتجاهان في ذهني ورأسي ووعيه رقم واحد لازم أوسخ هذه اللحظة التاريخية ولازم معاركنا وبطولاتنا تتصور حية وإحنا منخوض هذه المعركة ودي وثيقة تاريخية لو قدرت ماديا مش هكون أقل من 100 مليون دولار أياميها يعني بينما كمان كوثيقة تاريخية لا تقدر بسمن طب ليه ما أعملش كده هو بقول كده وبدأ تفكير شوف لما يبقى رئيس أركان جيش وبيفكر في المعركة تاني يوم الظهر وكل اللي في ذهنه دلوقتي السينيما أنا عايز أصورها السينيما طب أعمل إيه جاتي أقول للمخرج أو أستدعي مخرج طب في حاجة في الدنيا كده أستدعي مخرج أقول له بكرة هتصور وظل هذا التنازع في ذهن سعد الدين الشازلي ثم انتهى إلى أنه في المخاطرة المحسوبة الوقت دي لا مش عايز أزيع سر ولا أقول خبر أن أنا هقوم بكرة بحرب لا مش عايز أضحي بمخرجين ومصورين ممكن يشاركوا في المعركة وينتهوا إلى استشهاد ثم نادي مساعد الدين الشازلي على هذا القرار بعد الحرب ما انتصرنا فيها وبعد ما بدأ يشوف أفلام عن حرب أكتوبر وصور تتعمل كلها مش في قلب المعركة الحقيقية كان ندما كبيرا أعلن عنه بعد فترة في مذكراته ولعل من ضمن ما جعله يندم أنه يشوف أفلام ربما تكون أقل بكتير مما كان يجب أن يكون عليه أفلام عن حرب أكتوبر ومن ضمن هذه الأفلام فيلم العمر لحظة للسيدة مجد الصباحي منتجة ويوسف السباعي مؤلفا وحسين حلم المهندس سيناريست والإخراكة لمحمد راضي اللي هو نفسه أخرى فيلم أبناء الصمت لكن عمره لحظة كان فيلما أقرب إلى أن يكون لحظة في حرب أكتوبر وحرب أكتوبر وأكبر وأعظم كثيرا من هذه اللحظة ومن كل اللحظات فيه فرد من جدا بين المخطرة وبين الانتحان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر